السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة امير بن القيد مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد الفيديو اليوم ان شاء الله سنرى طريقة تفصيل قفطان افازي بالنسبة لنوع توب هذا فهذا نوع كريب بسم الله على بركة الله اول حاجة نبدأ بها الدرس دائما نأخذ العبارة قبل ان نفصله اذا بالنسبة لقياس تفصيله هذي سيكون في طولها 40 سنتيم نتأكد من هذا القياس هذا اذا نأخذ الجهة الطول هي الاولى الجهة الطول هي التي تكون فيها الحاشية اذا هنا نأخذ العبارة القياس طول هذا توب اذا كما ترى هنا عندنا 40 سنتيم اذا كما ترى الطول تفصيله هذي فيه 40 سنتيم بعد ما اخذت القياس ديال الطول سنأخذ القياس ديال العرض يعني المنكب ديال التوب بالنسبة لعرض ديال التوب غالبا الكريب سيكون فيه متر ونسب اذا كما ترى العرض هنا عندنا 150 سنتيم اذا القياس ديال الطول هذي تفصيله فيه متر واربعين سنتيم والعرض فيه متر ونسب كان شي ديال التوب قد نطوي على جوج يعني هذه الجهة اللي فيها متر ونسب هي اللي قد نطويها على جوج كما قد نشوفه معه اذا كان طلق التوب على جوج كما كما ترى كما قد نطوي على جوج كما قد نطوي على جوج كما قد نطوي على زائد يعني اكثر من القياس. نأخذ العبارة للتوب حركة هذه القفطان ونجعله زائد ما بين 10 حتى ال 15 سنتيم. نضع الفصلة داخل في الخارج وتنتفع القفطان للطرز. يعني لماذا نضع هذه الطريقة هذه؟ لأن هذا الطرز داخل الكمبيوتر يتجمع فيه التوب. هذا لماذا نجعله التوب زائد حتى يأتي من الطرز ونضع له الفصلة بطريقة الثانية. ولكن هنا في هذا الموضوع سوف نفصل الفصلة عادية للقفطان ايفازي كما ترى انه مطوي على جوج. سوف نفصله ونخيطه عادة ستتطرز. ستكون لديه العمارة من الامام يعني سيأتي بالعقادة والدرس. اول شيء نأخذ القياس طول القفطان. طول القفطان عندي 155 سنتيم. هنا نأخذ العبارة متر ونصف ونزيد سبعة سنتيم على القياس متر ونصف. جزء سنتيم سنتيم دي الخياطة من الفوق والسنتيم من التحت يعني عندنا 155 سنتيم نجعله احنا متر وسبعة وخمسين سنتيم. بالنسبة القياس الكتاف. ربعين سنتيم قسمه على جوج هي عشرين زائد واحد سنتيم دي الخياطة هي واحد وعشرين سنتيم. بالنسبة لهذه القياس هذا. ها يكون القفطان القياس ستندر. اذا هنا نأخذ القياس دي الكاتف. اذا كما تشاهده اخذنا العبارة دي الكتاف. نأتي من هذا المكان هذا ونزيل بثلاثة سنتيم ما يعلن الكاتف. وبالنسبة القياس الرقبة العنق عندي ثمانية دي سنتيم. نعبار ثمانية سنتيم ونزيل هنا بجوز دي سنتيم بالنسبة القياس الرقبة دي العنق الجهة دي الخلف. هنا بشكل عبارة واضح اكتر. سننصطر على هذه القياس دي الكاتف اللي نزلنا فيه بثلاثة سنتيم. بالنسبة للنزول من الكاتف. سننزل هنا بربعة وعشرين سنتيم. سنحدد القياس دي دورة ربع الصدر. هنا ثمانية وعشرين سنتيم زائد واحد سنتيم دي الخياطة هي تسود وعشرين سنتيم. نستطر على تسود وعشرين سنتيم. هذا قياس دورة ربع الصدر. اذا هنا. نأخذ العبار دي دورة الصدر. نأتي من هذا المكان هذا. ونصطر على ثلاثة سنتيم. وهذه العبارة التي لدي من هنا هي هنا سبعة سنتيم. هي التي سنصطر على هذه الجهة سبعة سنتيم. لكي نأتي ب هذه الدورة لفتحة الايباط. لكي نأتي ب هذه الدورة التركيز متقدة. بجهة من التحت كما بجهة من الفوق. اذا سنكون تراسين الدورة التركيز. نأتي من هذا المكان هذا. وننزلها بربعة عشر سنتيم. ونحدد قياس دورة الخسر. هو نفس القياس كي ننزل هنا. ربعة عشر سنتيم. ونأخذ العبارة دي دورة الخسر. دورة الخسر عندنا فيها سسا وشرين سنتيم زائد واحد سنتيم دي الخياطة هي سبعة وشرين سنتيم. يعني الدخلات الافاظي. لكن. دي هذا القفطار. هنا نستطر على ذلك العبار دي دورة الخسر. اذا هنا تراسين العبارة دي دورة الخسر. نأتي من هذا المكان هذا. وننزل من دورة الخسر إلى دورة الحوض بربعة عشر سنتيم. ونستطر على القياس. هو نفس القياس كي ننزل هنا. ربعة عشر سنتيم. ونأخذ العبارة دي دورة الحوض. دورة الحوض سنخلي فيها اثنين وثلاثين سنتيم. اذا هنا. نخلي العبارة دي دورة ثلاثين سنتيم. مش القفطان. يأتي زوين في اللبس ديالو. يأتي القياسات مضبوطة. اذا هنا نستطر على القياس دي دورة الحوض. وهنا نستطر على ما بين العبارات اللي اخذينا. ما بين العبارة ديال دورة الخسر. وهنا نفس الطريقة ما بين القياس ديال دورات الصادر. اذا هم القياسات ديال الجهة التي تكون من الفوق. بالنسبة جليل تحت. جليل تحت القفطان يكون عريض. نخلي هنا خمسة وخمسين سنتيم. كان نستطر على خمسة وخمسين سنتيم. هذا القياس يمكن يكون اقل ويمكن يكون اكتر. يعني يمكن خلوه خمسين يمكن خلوه ترستين على حسب. وهنا سنصل مع بعض العبار ديال. هذه الجليل تحت الاسفل. والقياس اللي خلينا من الفوق. اذا كما تشتوا الجليل خلينا فيهم خمسة وخمسين سنتيم. هذا القياس هذا داخل في حق الخياطة. وكمشي كان نستطر به الطريقة هذي. نصل مع بعض العبارات اللي خلينا. اذا احنا. نكون. خلينا العبارات ديالنا. نقطع هذه القياسات اللي ديالنا. اذا احنا كمشي كنت بعدك. اه الطراسي اللي طراسي هنا. طرور هذه الطراسي قصنا نحترمه. بشي بقوا له العبارات مضبوطة. اذا كنكمل بنفس طريقة. دورة ديال التركيز. يعني الفتحة الايباط. حتى كنوصل ل هذه القياسات. كما تشوفوا دائما ما لكنا نكونوا قد ندروا فصلة ديال الداخل في الخارج. هذه الجليل ولكنها تكون عريضة ديال الجليل هي اللي كنا نبدأها من الجهة ديال الطرف الطوب. لكي منتصغله. هذي الجليل هي مكون لدينا عريضة من الجهة ديال الكتاف跟何 تشوفه معاها. حيث تقةن نقلب هذه التوب بالجهة ديال الخلف. تقتلنا بكي ننزلها لجهة ديال الامام. اذا هذه الجهة ديال الخلف. بالنسبة لهذا الكفطان. كماént 간رقطة القياس ديال الطول ما زال ما قدناه. ما زال ننطلع هذه السنتيمات الجوانب. من نزل الجهة ديال الخلف مع الجهة ديال الامام. اذا غنحيد الجهة ديال الخلف. وده بغد نشد الجهة ديال الامام. نشيد هذيك الجهة ديال الامام. وقد نقعد توم زيان كما كنتشوفو التوم دائما يكون مطوع على جوج. هنا اول حاجة. سنحيد هذيك الحاشية. هذيك الحاشية اللي كتكون غير زيدة. من الافضل نحيدها قبل ما ناخده العبارة ديالنا ديال الفصالة. اذا كمشي كنحيد هذيك الحاشية. يعني هذيك ما الافضل نحيدها قبل ما ناخده العبارة. اذا كمشي كن قطع هذيك الحاشية اللي كتكون غير زيدة في الجهة ديال الامام. اذا كنكون قطعنا الان. هذيك الحاشية. وضروري هنا في هذا المكان هذا. ما ننسوش نخليه. حق الخياطة اللي غدي تكون عندنا عمارة هنا ديال السفيفة. سواء كنا سنخدمه السفيفة. او بالضفيرة او بالطراسن او بالرندا. ضروري نخليه. حق الخياطة ديالجهة الامام. هنا كنشد هذيك الجهة ديال الخلف وكن نزليه على الجهة ديال الامام. اذا هنا كن قطعه زيان. هنا وخانب قطعه. كنهبطه واحد شوية لتحت. ما شي مشكل. حيث كن قصني رد البال مع العبارة وهنا ضروري كنخليه الجهة زيدة. بنسبة هذيك الحاشية. وحق الخياطة اللي غدي تكون عندنا. في الجهة ديال الامام. وهنا وخانب قطعه تبقى هذيك الجهة من التحت زيدة شوية مشكلة. حتى علاش انا كنقلب على القياس ديال جهات الخلف. كنبقت نزليه التحت. حتى كنخرج في هذا العبارة ديال. اذا هنا منه كان قطعه زيان. كنشي كنخض العبار على ساب قياس ديال الجهات خلف. بحليك يرجع هذيك الجهات الخلف. هو القياس اللي غدي نخدم عليه الجهة ديال الامام. كنشي غيكا. كانستطار على هذه العبارة الذي خذناه في الأول بالنسبة للجهة للخلف. وهنا نقطع الحسابة العبارة اللي درنا في الجهة للخلف. كما ترون هذه الزيادة التي تبقى زيدة من الفوق بالنسبة للجهة الدين الأمام. عاد نقطع هذه العبارة التي نقلب عليه بالنسبة للجهة للخلف. هنه نقطع سحبه لذوره التركيز على حساب القياس اللي درناه بنسبة للجهة ديال الخلف هنا كندخل الدخلة ديال افازي على حساب العبارات اللي عندنا في الاول وكان هبطة نقطع على حساب ذاك القياس اللي خليناه في الجهة ديال الخلف هنا كان هبطة نقطع حتى نوصل للتحت وليكن نوصل هنا دبا سنين نقطع جليل من التحت هنا كان قد تمزيان بالنسبة لقياس الطول هنا كان ننزل كنتقل شوية على التوب باش ما يهرب ما يجهد امام الجهة ديال الخلف بالنسبة لقياس الطول يبقى اختيار على حسب كل شخص وحنا خليناه في طول متر وخمسة وخمسين زائد جوز سنتيم ديال الخياطة هي متر وسبعة وخمسين في القياس ديال الطول هنا سبعة سنتيم كنزيدها على قياس ديال متر ونصف نسبة طريقة ديال القياس طول كنزل السنتيم دائما اعلى مكان في التوب هنا راني ازلت واحد شوية باش جيني القياس متقد وكنخلي السنتيم نازل الفوق وكنبقى كنظر كنتراسي بهالطريقة هذه باش كي يجيني القياس وكي يجينيش القفطان مجناح يجعوا الجوانب نفس القياس مع الجهة ديال الامام جهة ديال الخلف هنا تقريبا من الي كننخوذ العبار كمشي كانتراسي بهالطريقة هذه القياس ديال الطول على حسب القياس اللي خلينا في الجهة ديال الخلف الاول من الي كنا نخدrar هنا تقريبا من الي كانتنا نخدم العبار كنلقى خمسة سنتيم هي اللي طلعنا بها من جهة ديال الجوانب اش ميجيوا الجوانب معجنانian وحفوون اذا هنا كمشي نقطع على حسب هذه القياس الطول اللي اخذينا في الاول وبالنسبة لهذه القطعة ديال التوب اللي بقتلي منها قد نخرج لأكمام اذا هكاك نكون نفصلنا لجهة ديال الامام وجهة ديال الخلف هذا قفطان ايفازي قدرنا له الفصلة ديال الداخل في الخارج نجمع التوب وقد نحيي لجهة ديال الخلف ونخلي الجهة ديال الامام هذه الجهة ديال الامام ما زال عندنا فيها الخدمة اذا كان قدتم هنا مزيان ونأتي من هذا المكان هذا يعني من هذه الجهة ديال الرقبة وننزل ب 18 سنتيم يعني شوفهم اللي اطراسيت طراسيت طراسيت من الفوق طراسيت من هذه القياس ديال 8 سنتيم اللي اخذيه في الرقبة كما تشوفوا معي هكا تراسيت الكل نزلت ب 18 سنتيم ونشيد اذا كما تشوفوا ضروري يكون متقاد نشيد تلك 18 سنتيم ونحدد الوسط لهذه الطريقة هذه ونخلق ما بين سنتيم ونصف حتى الجوز سنتيم وكمشي كما تراسي الدورة ديال الكل بهذه الطريقة هذه اللي كنتشوفوا معا ايها يكونوا اخذينا الكل به الطريقة صحيحة ونأتي بكل كي تأتي بك ونحلل بك ونبيه مجموع ونأتي بطريقة اطراسية هنا نضع سنتيم ونصف في دورة التركيز بنسبة غير الجهة ديال الامام جهة ديال الخلف لا نقصها نضعت من غير جهة ديال الامام وكما تراهما التركيز كما نرى. اذا هنا نقطع الدخلات التي دخلنا في الجهة الامام وهنا نقص واحد شوية من جهة التركيز حتى نخرج zero في الجهة الكل. بالنسبة القياس للتركيز قياس للتركيز بقيت لي هنا 29 سنتيم كما نرى. 29 سنتيم هي اللي بقيت لي في الدورة للتركيز يعني العبارات مضبوطة الى تبعناها الطريقة هذه فهي طريقة صحيحة مئة في المئة. اذا هذا كيف نفصلنا على الجهة الامام وفصلنا الجهة الى الخلف. الان سنتظروا لكي نفصلوا لأكمام. كنشيد هذه القطعة التي بقيت لي. منها سنخرج لأكمام كما تشاهدون. هذه الجهة الحشية. هي هذه. نقطع هذا التوب اللي ما محتاجوش. اذا كما تشاهدون هذا التوب عندنا مطوي على الجهة. هذه الجهة الى الحشية. وسنعاود نطوي التوب على اربعة لحسب القياس دي الاكمام. اذا هنا نطوي التوب على اربعة بهالطريقة هذه كما تشاهدون معايا هنا. ونحدد المكان الذي سنأخذ منه العبارة دي الاكم. نأتي من هذا المكان هذا وكان عبارة 23 سنتيم. ما كان عندنا في الدورة دي التركيز نقص منه ثلاثة سنتيم. وننزل هذا العبار الذي بقى لي في هذا المكان. نحاول نستطر لكي يكون العبارة واضح أكثر. اذا هنا. نستطر على هذه العبارة التي دعنا فيه 23 سنتيم. نأتي من هذا المكان هذا وننزل بـ 12 سنتيم. 12 سنتيم هو العبارة التي نزلت به من هذه الجهة. اذا هنا. نستطر على هذه العبارة 12 سنتيم. لكي نأخذ القياس دي التركيز من هذه الجهة. يخرج لي 26 سنتيم. وهي القيمة دي العبارة التركيز اللي عندنا. اللي اخذينا في الاول. كما شفتم معي من اللي اخذي العبارة للدورات التركيز. اذا هنا. نستطر على هذه العبارة. التركيز. نأتي لهذه العبارة هذه. ونقسمه في النصب هذه الطريقة. نحدد الوسط دياله. وحتى هذه الوسط. نعود نقسمه على الجوج. في حال هذه العبارة هي 26 سنتيم. نقسمه على 4 سنتيم. حتى من هذه الجهة هذه بنفس الطريقة. كما شفتم معي. نأتي من هذه الجهة هذه. وندخلها في 1 سنتيم. ومن الفوق نخرج العكس الجهة الأولى في 1 سنتيم. ونطرسي الدورة التركيز. بهذه الطريقة هذه. كما شفتم معي. بالنسبة للقياس الطول لكم. طول لكم. طول لكم لدينا 58 سنتيم. سنزيدها 10 سنتيم. واحد سنتيم الخياطة من فوق واحد من تحت. يعني هي 60 سنتيم. نحدد القياس طول 60 سنتيم. بالنسبة لكم. سنجد 14 سنتيم. وهذه القياس هذا يبقى اختيار. يمكن يكون اقل ويمكن يكون اكثر. على حسب الاختيار كل شخص. اذا هنا. نطرسي فم الكوم. دي القفطان. وهنا. نصير العبار. ما بين دورة التركيز. حتى الفم الكوم. طريقة هذه يمكننا نطرسه. بالسنتيم يمكننا نطرسه في حالة كان عندنا. ادوات التفصيل. بالنسبة إلى في حالة نحن نطرسه في حالة كان عندنا نطرسه. نطرسه في حالة الكوم والدورة التركيز. ونحدد الوسط بهذه الطريقة هذه. ونصطر على الوسط. وندخل هنا. ما بين 1 سنتيم حتى الجوز سنتيم. على حسب الاختيار. نحن نطرسه بطريقة عادية. لا نحتاجه نزيد هذه الطريقة هذه. هنا. ونبقى كان طرسي. مع العبارة ديال الوسط. نخرج فم الكوم. ونفس الطريقة. حتى نخرج من شيئة أخرى. في اتجاه دورات التركيز. وهكا نقطع هذه القياس. اللي اخذنا ديال الاكمام. اذا كما ترى معي. تنفصل الكم. كل سهولة كما ترى معي. اذا هم الاكمام لدينا اسمه هذا القفطان. هذه القطعة ذيهتوى ثوب شيطا. يعني هذين ولينا اسمه. يعني الطريقة ساعلة وبسيطة حيث يمكنه منذ التفاصل بالقفطان. بالنسبة للطريقة الدية الؗياطا تبقى اختياري. يمكننا نخدمه بالسففة هذه السففة السقلي. يمكننا نخدم للسففة والكابلة якوياتا البنارو SAMU começa بالأخلافة farmsGO maliciousي Server يمكننا أن نخدمها حتى بالضفيرة والطرسان يمكننا أن نخدمها بالصفيفة والطرسان ويمكننا أن نخدمها حتى برندا يعني طريقة الخياطة تبقى اختيارة على حسب كل شخص بالنسبة كيف نخيطها ندير العمارة هنا بصفيفة وهنا في الجهة الأمام تكون لدينا العمارة هنا في القول تكون العمارة بصفيفة لكي لا نخدمها في الجهة القول وحتاج جهة الخلف وهنا في الجهة الأمام وحتاج جليل التحت وتأتي بالعقاد والتدريس في القول يعني لدينا حرية الاختيار في طريقة الخياطة إذن هذه الطريقة التي نصل بها قفطان إيفازي وبالنسبة طريقة الخياطة لكم حريات الاختيار أتمنى تكونوا استفتوا من الفيديو دي اليوم إذا كنتوا استفتوا لا تنسوش ديروا لايك لكي يستفد الجميع إذن هذا هو القفطان تبا غدين دوزو لمرحلة الخياطة الله تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة